السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من خلالي سأشارك معكم أجدد خمس تطبيقات انرل تطبيقات مختارة لكم بعناية أهلا وسهلا بكم من جديد ونبدأ بهذا التطبيق الأول وعبارة عن خدمة تخزين ساحابي تتيح لك حفظ الملفات ومشاركتها والأصول إليها من أي مكان التطبيق يعطيك 10 جيجا كما تلاحظون تجوجنا إلى الإعدادات كما تلاحظون الصف يعطيك 10 جيجا بايت مساحة يمكنك رفع عليها الملفات الكبيرة والفيديوهات وحتى التطبيقات يمكنك تخزين أي شيء والاحتفاظ به ما يميز التطبيق أصدقائي يمكنك فتح التطبيق في الحاسوب الخاص بك أو في هاتف آخر دون الحاجة لتحميل التطبيق مرة أخرى فقد يكفي أن تقوم بفتحه على متصفح جوجل كروم بنفس الحساب وسوف تجد كل محتوى الموجود في حسابك سوف يظهر على الحاسوب الخاص بك أو في هاتف آخر تطبيق أصدقائي صراحة رائع جدا يمكنك من رفع عليها الملفات الكبيرة الحجم وهكذا سوف تحتفظ بمساحة هاتفك لأمور أخرى طريقة استخدام التطبيق فهي بسيطة جدا تقوم صديقة بالضغط على آد ثم سوف أعطيك هاته أربع خيارات تقوم باختيار مثلا ملف أو ملف كبير أو التقاط صورة من التطبيق نفسي لكي يحتفظ بها مباشرة داخل التطبيق أو الوتائق فعلا سوف أقوم باختيار الخيار الأول ثم سوف أقوم باختيار مثلا هذا الفيديو لكي أقوم بحفظه داخل هذا التطبيق ويمكنني الرجوع إليه وقت ما أريد كما تلاحظون تم رفع التطبيق أو الفيديو بنجاح يمكنني الآن أصدقائي أن أحتفظ به داخل هذا التطبيق ويمكنني لمشاهدة الفيديو داخل التطبيق أو في الحاسوب عن طريق فتح نفس الحساب أو في هاتف آخر تطبيق مفيد جدا لهواتف الأندرويد التي بها مزاحة صغيرة التطبيق الثاني باندا فيديو هو عبارة عن أداة مفيدة لتقليل حجم لفات الفيديو دون فقدان الجودة كيف ذلك؟ التطبيق أصدقائي بسيط جدا كما تلاحظون هذه هي واجهته يمكنك الصديقي التوجه إلى الآلبوم كما تلاحظ وسوف نقوم باختيار مثلا هذا الفيديو بهي 43 ميجا بايت كما تلاحظون فلسا بالمثال سوف نقوم بالتجربة على هذا الفيديو نضغط على Next ثم نقوم أصدقائي الآيزاء باختيار الجودة حسب المكان الذي تريد رفع عليه الفيديو فلسا بالمثال تريد رفع وإرسال الفيديو على الماسنجر تقوم باختيار ماسنجر أو مثلا على الإيميل تقوم باختيار إيميل كما نعلم أصدقائي إذا أردنا إرسال فيديو على الإيميل فلن نتمكن من ذلك لأن الفيديو سوف يكون كبير الحجم فسوف نقوم باختيار إيميل أو مثلا سوف نقوم باختيار عن طريق الاختيار الخاص بنا كما تلاحظون هناك مجموعة من الخيارات سوف نقوم بتركه كما هو أصدقائي ثم نضغط على الخيار Compress وكما تلاحظون أصدقائي في تواني معدودة سوف يقوم بتصغير حجم الفيديو ولكن سوف تبقى جودة الفيديو أصلية وهذا ما سوف نلاحظه أصدقائي عندما ينتهي التطبيق من تقليص حجم الفيديو الخاص به كما تلاحظون تم الانتهاء من تقليص حجم الفيديو ولكن الآن سوف نقوم أصدقائي بالمقارنة كما تلاحظون هذا الفيديو الذي تم تقليص الحجم الخاص به إلى ثلاثة ميجابايت وهذا الفيديو الأصلي أصدقائي العزاء سوف نقوم بالرجوع هذا الفيديو الأصلي به ثلاثة وأربعون ميجابايت سوف نشاهد الفيديو الأصلي أولا كما تلاحظون الجودة والآن سوف نشاهد أصدقائي العزاء الفيديو الذي تم تقليص الحجم الخاص به شاهدوا معي أصدقائي العزاء لا يوجد فرق باتاتا وكما تلاحظون أصدقائي هنا هذا الفيديو حجمه ثلاثة ميجابايت والحجم الأصلي للفيديو هو ثلاثة وأربعون ميجابايت وهذا ما مكننا أصدقائي من الحصول على أربعون ميجابايت ذاكرة لهاتفنا لأمور أخرى يمكنك عمل نفس الطريق على كل الفيديوهات الموجودة في هاتفك الكبيرة الحجم يمكنك الآن أصدقائي أن تقوم بحذف الفيديو الأصلي وترك الفيديو الذي تم يعني تصغير الحجم الخاص به دعونا أصدقائي العزاء نتوجه إلى الواجهة الرئيسية الخاصة بالتطبيق هنا يمكنك اختيار الفيديوهات الأخرى الكبيرة الحجم وتقليص الحجم الخاص بها وكل الفيديوهات التي قمت صديقي بتقليص الحجم الخاص به سوف تجدوها كاملة هنا يمكنك صديقي حفظ الفيديو الذي تم تقديسه لكي يبقى في ذاكرة الهاتف الخاص بك ثم تقوم بحذف الفيديو الاصلي الكبير الحجم التطبيق الثالث نوتيفيكيشن شارت كات هو عبار عن اداة موفدة تتيح لك الوصول السريع للتطبيقات والاعدادات المفضلة لديك مباشرة من شريط الاشعارات على هاتفك الاندرويد طريقة استخدام التطبيق اصدقائي فهي بسيطة جدا كل ما عليك صديقه ان تقوم بالضغط الاخيار اد ابس بعد ذلك تقوم باختيار التطبيقات التي تستخدم بكثرة سوف تظهر عزيز المتابع في شريط الاشعارات هنا فعلى سبيل المتال سوف اقوم اصدقائي باختيار مثلا تطبيق جوجل كروم ثم اقوم بالضغط الاد ابس تو نوتيفيكيشن وكما تلاحظون ان اقومت باختيار فيسبوك انستاغرام ماسينجر واتساب وكذلك جوجل كروم الان سوف نقوم بتفعيل التطبيق عن طريق خيار انابل نوتيفيكيشن وكما تلاحظون سوف تظهر على هذا الشكل بعد ذلك تقوم بتفعيل خيار شو اكسبيند ايكون كذلك شو باكراوند باكراوند كولور يمكنك تغيير خلفية الشريط عزيزي المتابع والان سوف تلاحظون اصدقائي هذه هي النتيجة يمكنك البرور بين تطبيقاتك المفضلة والتي تستخدم بكثرة بهذا الشكل كما تلاحظون امامكم اصدقائي صراحة تطبيق خرافي جدا سوف يمكنكم اصدقائي من الوصول الى تطبيقاتكم المفضلة بسرعة فائقة التطبيق الرابع instant translate وعبارة عن اداة قوية تساعدك على كسر حواجز اللغة بسهولة طريقة استخدام التطبيق اصدقائي فهي بسيطة جدا سوف نقوم بتجربة التطبيق على تطبيق صيني مئة بالمئة لا توجد به اي لغة من غير اللغة الصينية فكما تلاحظون مثلا تطبيق بيلي بيلي لا يوجد به خيار تغيير اللغة فقط التطبيق باللغة الصينية ولكن عن طريقة التطبيق اصدقائي اذا تقوم باختيار اللغة الصينية على سبيل المثال هنا ثم نقوم اصدقائي بتحويلها من الصينية للغة الانجليزية او مثلا الى اللغة العربية ثم نقوم اصدقائي بتفعيل التطبيق عن طريقة الخيار ونقوم بتفعيله حتى يعطينا هذه الايقونة الصغيرة الطائفة الآن سوف نقوم بتجربة التطبيق كل ما عليك صديقي لتقوم بترجمة أي شيء كما تلاحظون سوف تقوم بترجمته بشكل بسيط للغاية والسهل كما تلاحظون أصدقائي كذلك سوف نتوجه إلى إعدادات التطبيق فهي إعدادات أصدقائي باللغة الصينية فمثلا هنا يمكنك صديقي أن تقوم بترجمة أي شيء موجود في التطبيق كما تلاحظون بهذه الطريقة أمامكم حتى تتمكن من فهم التطبيق وآلية استخدامه وطريقة استخدامه كما تلاحظون كل شيء يمكنك ترجمته صديقي المتابع فهذا التطبيق يمكنك من ترجمة التطبيقات التي لا تدعم اللغة العربية أو إنجليزية أو حتى المواقع صديقي المتابع مثلا تريد تصفح مقال في جوجل كروم مثلا وذلك المقال بلغة أجنبية لا تفهمها فيمكنك استخدام التطبيق فهذا التطبيق أصدقائي يقوم بترجمة فورية على شاشة الهاتف الخاص بك عن طريق هذه الأيقونة الطائفة الصغيرة لتبحث عن تطبيق يجمع كل ما تحبه في مكان واحد فإليك هذا التطبيق السادس والأخير يعتبر كنز لعشاق الكرة حيث ستجد فيه كل ما تبحث عنه كما تلاحظون وجهة التطبيق في مرتبة وآنيقة جدا ومقسمة حسب الأقسم كما تلاحظون على هذا الشكل ويمكنكور مرور بينها برياته الطريقة تطبيق أصدقائي سرعة رائع جدا جديد لسنة 2025 خمسوأش